شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة خلال مباحثاته مع نظيره الأذري وفي القلب منها القضية الفلسطينية وأشار رئيس السيسي لأن مباحثاته مع رئيس الأذري تترقت إلى استعراض جهود مصر لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتواصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على قطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لقد كانت الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في مباحثاته مع فخامة الرئيس الأذري بيجاني وفي القلب منها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة حيث استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتواصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على قطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلا من الحروب والضمار والخراب